ابني على الدعوة المثيرة للجدل التي اطلقها السياسي المعروف حمدين صباحي منذ ايام وحمدين صباحي في حد ذاته يعني عند الكثيرين هو ايضا سياسي مثير للجدل يختفي قليلا ثم يظهر في بعض الاحيان باشياء تلقي ببعض الاحجار في المياه الراكدة السياسية سيدة حمدين صباحي اقترح تشكيل ما يسمى بالبديل المدني والاقترح في حد ذاته كان غامض ومش مفهوم عند الكثيرين قالوا له تقصد ايه تقصد بديل عن النظام ولا بديل عن البرلمان ولا بديل عن الاحزاب ولا 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 والحقيقة حتى في التفسيرات وردود الاستاذ حمدين او من ناب عنه في التفسير ما كانتش واضحة اول رأي العام هذه الفقرة احنا عاملينها مش مناظرة بقدر ما هي محاولة للفهم ماذا يقصد الاستاذ حمدين ردود الافعال الايجابية اللي طلعت على هذه المبادرة مفادها ايه ومبررتها ايه وردود الفعل السلبية المعارضة والمتحفظة على المبادرة كمان مبررتها ايه خلونا رحب بضيفايا الكريمين المشرفيني الدكتور عمالي علي حسن الباحث والكاتب المعروف زي حضرتك وسياسي المعروف أيضا نائب رئيس حزب الوفد زي حضرتك أسألك الأول فهمت إيه يعني إيه البديل المدني يا دكتور عشان مرضو إيه نبقى بنيكلم على حاجة ملموسة قدامنا فهمت أني أي دولة تريد حياة سياسية سليمة لابد أن تتمتع بوجود أكثر من مصار سياسي وأكثر من بديل وإلى جانب الديمقراطية التمثيلية التي تعني انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان وأي منتخابين يمثلون الشعب حتى لو في الهيئات المحلية التمثيلية دي عندنا إحنا أو بصفة عامة بصفة عامة هناك ديمقراطية تشاركية تعني أن للحركة الطلابية للاتحادات للروابط للمجتمع المدني للقوى الحزبية غير ممثلة في البرلمان للقوى والحركات الاجتماعية غير الحزبية الحق في التواجد والحق في التعبير والحق في تشكيل الكينات التي تستطيع من خلالها إما أن تطرح أطرحات مختلفة أو تضغط على السلطة من أجل ترشيد قرارها ممتاز وفهمت أيضا أن هناك قوى اجتماعية وسياسية حرمت من التمثيل البرلماني بطريقة معينة إما لأن المال السياسي كان مفرطا ومن سما خرجت من السباق بفعل ذلك في الانتخابات الأخيرة وإما أن عقبات قد وضعت أمامها فلما تدخل الانتخابات وأنا كنت من رعاة قائمة صحوة مصر ونعرف جيدا من الذي تم ومن الذي دبره والشخص الذي دفع لرفع القضية وكيف تعاملت اللجنة وماذا قالت لنا اللجنة العليا للانتخابات في الغرف المغلقة وماذا تم بناء على ذلك والقاضي الذي حكم في القضية وهو ابن من وكيف صارت المسألة وكل ذلك مسجل وسنكتبه ويعرفه الناس يومها قلنا نحن ننسحب من الانتخابات بإجراءاتها الحالية لكن لن ننسحب من العملية السياسية وندعو الشعب المصر المشاركة في الانتخابات بالمناسبة وأنت تتذكر هذا جيدا لأن المشاركة مسألة إيجابية ولا يمكن أن ندعو الشعب مرة أخرى إلى السلبية الجسم الرئيسي لهذه القائمة كان متبلورا حول الطيار الديمقراطي الممثل من عدة أحزاب بالمناسبة تنتمي إلى الإيدولوجيات مختلفة لكن تجمعها بعض القواسم المشتركة كان منها القرامة وحزب مصر الحرية والدستور والتحالف الشعبي وبعض المستقلين المنتمين للجسار واليمين من هنا ومن هناك هذه القوة بعد الانتخابات ما تمت أرادت أن تجمع نفسها بطريقة معينة لأن الناس قالت لهم بشكل واضح إن كنتم لم تخوضوا الانتخابات لأسباب يراها البعض وجيها والبعض قد لا يراها كذلك فليس من حقكم الإنسحاب التام من الميدان إنما لا بد من تجميع قواكم وجهدكم بشكل معين طالما أن ذلك وفق الشرعية السياسية والمشروعية القانونية وبشكل علني وبشكل سلمي ويحترم التعدد وحق الآخرين في الوجود ويحترم المؤسسات والكينات الشرعية التي نبعت من إرادة الشعب المصري هنا توضيح مهم